من ناحية أخرى بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة ومحافظة الإسماعيلية شريف فهمي بشارة بحث فرص الاستثمار في شرق القناة وخطة التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة اتفق الجانبان على ضرورة تخصيص أراضي جديدة للاستثمار بالمحافظة والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة وتحديث بيانات فرص الاستثمار الخاصة بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية وعقب اللقاء تفقد رئيس هيئة الاستثمار أعمال ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بمساحة 50 فدان وذلك بغرض استيعاب جزء كبير من طلبات التوسعات في المنطقة كما تفقد توسعات الشركات العاملة بالمنطقة